الله أكبر الله أكبر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسألوا اسمع كلام محقق في قوله لا ينفني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسنوا ولكلهم قدر على وفضائل لكن ما الصديق منهم أفضلوا وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأولوا وجميع آيات الصفات أمروها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقانها وأصونها عن كل ما يتخينوا قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا وأقروا بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهلوا وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخلوا ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسألوا هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول